صباح بفل على كل حبائبنا الأهلوية معكم أحمد عصام من ملعبنا الأهلي والسلام وممبارات النهاردة قدام الجونة في الجولة 22 من مسابقة الدوري الممتاز ماتش النهاردة إن شاء الله هيكون الساعة 9 مساء على استاد القاهرة وبنفكركم إن الساعة 7 تحليلي هيكون على قناتنا الساعة 7 مع الكابتن أيمن شاوي وديوف الساعة فرقنا بيدخل ماتش النهاردة وهو متصدر جدول الترتيب برصيد 56 نقطة والجونة في المركز 14 برصيد 21 نقطة يلا بينا قبل ما نبدأ ماتش النهاردة عايزين نتكلم على مباراة القمة اللي فاتت اللي خسرنا فيها أمام الوصيف التقليدي الأشعل المنافسة على مسابقة الدوري وقل للفارق الـ 14 نقطة بيننا وبينه طبعاً ماتش اللي فاتت ما كانش أحسن حاجة وكان فيه مشاكل كتير ظهرت مستر فايلر كان عنده مشاكل في الأجنيحة بسبب الغيابات والإقافات فقرر إنه هو يغير طريقة اللعب ويلعب بطريقة 4-3-3 ودي اللي عملت مشاكل تانية إحنا ما كناش عاملين حسابنا فيها إزا مالك قدر يستغلها وقدر يسجل ثلاث أهداف حسن بيهم مباراة القمة أولاً خلينا ما نديش الماتش ده أكبر من حجمه ونتكلم زي ناس بتحتفل بوصول الأوتوبيس ورغم إنه هم أصلاً كان عندهم مشكلة في الدور الأول وبيتعاملوا مع الموضوع عادي وبيحفلوا فدي مش قصتنا دلوقتي تمام خلينا نتكلم بقى على الفرقة بتاعتنا الفريق ما قدمش أحسن حاجة في المباراة دي وشفنا شوية مشاكل ظهرت زي مثلاً اللعبة ما أكانتش في أحسن حالتها وفيه لعيبة كتير كانت غير موفقة في المباراة دي مستر فايلر نفسه كان عنده مشاكل في الأجنحة كان عايز يعالج حتة الغيابات والإيقافات والإصابات والكلام ده كله فغير طريقة اللعبة ولعبنا بطريقة 4-3-3 دي عملت لنا مشاكل تانية في التغطية خاصة على الأطراف وده اللي خلى واحد زي محمد هاني مثلاً 100 متر لوحده بدون وجود تخطيئ أو حد بيسنده في الحتة دي مع وجود جناح سريع وقوي زي بن شارقي بيلعب عليه الحاجة برضو المهمة اللي عايزين نتكلم عليها هي غياب التوفيق بشكل غير طبيعي يعني إحنا بنتكلم على الشوت التاني مثلاً ما كانش عندنا بـ 2 جنيه حظ لما مستر فايلر عالج الأخطاء وغير طريقة اللعبة ونزل وليد سليمان وبقنا نلعب بأجنحة شفنا مثلاً كرة أفشل اللي جات في العرضة وبعدها ضربة الجزاء اللي ما تحسبتش وجي بعد هيجون التعادل اللي كان ممكن وقتها تكون النتيجة 3-1 وطبعاً الماتش كان هيتغير سيره تماماً والكلام هيتغير وكل حاجة هتتغير تماماً عن المباراة حكم المباراة برضو ما قدمش مباراة تليق بمستوى مباراة الكمة وأهم مباراة في الموسم بالنسبة للدور المصري وقدم أداء كان متواضع جداً بس إحنا مش عايزين نقف عند الحتة دي كتير لأن كتير من الأهلوية حذروا من الموضوع ده والناس كانت فاكراها في إطار الحرب النفسية اللي بتتعمل قبل المباراة حاجة كمان عايزين نتكلم عنها هو مستر كارتينون المدير الفني للزيمالك اللي الحقيقة لعب مباراة كبيرة جداً قدام النادي الأهلي وقدر إنه هو يخطف التلات نقط ومن هنا احنا بنقوله نروح بقى الماتش النهاردة قدام الجنة اللي كتبناه في الدور الأول 4-0 وقدرنا كمان نعمل قدامه مباراة كبيرة جداً في أول مباراة ودية بعد العودة من التوقف وقدرنا إنه نكسب 5-2 الجنة لحد دلوقتي لعب 3 مطشات منذ عودة الدوري اتعدل مع الاتحاد 1-1 وخسر من مقصة 1-0 وخسر برضه من FC مصر بنفس النتيجة في رئة الجنة النهاردة مليانة أصدقاء الأمس ومنافس اليوم زي أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان ومحمد نجيب وجده وباسم علي وإسلام محارب والجزار ده كمان غير حسام غالي مدير الكورو أما فريقنا بقى فيشهد عودة أحمد الشيخ من الإصابة في مباراة النهاردة إن شاء الله لكن الغيابات والإصابات لسه برضه موجودة وليد سليمان انضم القايمة المصابين وهيغيب عن مطش النهاردة مع كل من حسين الشحات ومحمود متولي ومحمد محمود اللي هيرجع إن شاء الله بعد 3 أسابيع وكمان معاهم كهربا الموقوف تبعات مطش الزمالك كانت لسه مكملة وشوفنا كابتن محمود الخطيب ولجنة التخطيط حضروا التمرين تاني يوم مباراة القمة واكتمعوا مع اللاعبين على انفراد وكلموهم على ضرورة محو الصورة السلبية اللي ظهروا بيها في مطش القمة قدام الزمالك وإن هم يعوضوا النتيجة السلبية دي بأداء قوي قدام الجنة وكمان قعدوا مع الجهاز الفني بقيادة مستر فيلر وكمان سيد عبدالحفيز وتكلموا على ضرورة غلق صفحة الزمالك والتركيز بقى على المباراة القادمة سواء في بطولة الدوري أو في دوري أبطال أفريقيا قدام الوداد وبنتمنى طبعا أن الفرقة تقدم النهاردة أداء قوي إن شاء الله قدام الجنة ويصالحوا الجماهير اللي لها كل الحق أنها تزعل بعد مباراة الكمة وقبل ما نختم عايزين نقول إن في حقيقة واحدة بس هي اللي سبت إن جمهوري النادي الأهلي هو السند الحقيقي للكيان ده بنشوف حاجات غريبة جدا بتحصل في الفترة اللي فاتت مش متعودين عليها قبل كده شايفين فرقة متصدرة دوري وخسرة ماتش واحد بس وبقولوا عليها فرقة بتنهار فرقة بتلعب من غير اللعب رقم واحد بالنسبة لها ومدرجاتها دائما فاضية وعندها غيابات كتير جدا مؤسرة كفيلة إن هي تخلص على أي فريق وبقولوا عليها فرقة فاضية أنا بشكر جمهوري النادي الأهلي اللي هو الدرع والسند الحقيقي الجمهوري الواعي اللي عارف إمتى يدافع عن نديه وإمتى ينتقد وإمتى يطلع يتكلم شكرا جمهوري النادي الأهلي ودومتم الدرع والسيف ويلا يا أهلي